السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متبعين الأوفياء ومتبعات موقع بالبرس اليوم كنا نقول لكم من سوق أسبوعي أخر في برنامج من السوق اليوم توجهنا إلى السوق الأسبوعي بالمدينة القصر الكبير السوق الأسبوعي الذي تعتبر أكبر الأسواع بجهة طانجة تطوان الحسيمة العدة أسباب منها البوادي المجاورة المدينة القصر الكبير من أي ناحية ونحية اليوم دخلنا السوق الجملة ونصفصر على الأسعار دي الخضر والفواكه فين واصلة بالنسبة لعند أصحاب البيع بالجملة معنا أحد المهنيين عكشفنا الأسعار دي الفواكه والخضر فين واصلة السلام عليكم اسم عبل طيف المسناوي مدينة القصر الكبير تاجير في سوق الجملة الخضر والفواكه لما نظل اليوم من سدرهم بتال خمسة درهم بالنسبة للتفاح كينة ثمانية ونصف بتال سبعة ونصف والرقيقة كينة ثلثمية وخمسين فرنك أربعة درهم هذا هوي بالنسبة للماتيشة اليوم سبحة رب مئة درهم بالنسبة للبصلة مئة وثلاثين درهم بالنسبة للبطاطة رب دات الحمدلله عدنا العوامره المنطقة حوض اللوكوس بذلك تنتاج الحمدلله كل شيء موجود وليوم السوق تفاح هو حاليا دباء هو تيتبالا تفاح هو حاليا تيتبالا الغالي في الأمر اللي سنشوفه حنايا بالنسبة للتفاح تفاح تمن باهد الإنسان تغليع لنا في هذا الفيسبوك و هذا الشيء و تتعطي وحد الصورة قبيحة لمارشي بالنسبة للتفاح كسوق الجملة عادي بصفة عامة ولكن الغالي في الأمر تنشوفه واحدة و أخرى تشيره للمارشي تتعرضوا المضايقات بسبب أن تدرر تفاع الأزعار الإنسان تنهضروا على الكاميرون من يدخل لنا هذا التفاح هذا في الموجود موجود في ميدلس والإنسان لا تعرف التفاح وتهدر على القيمة التفاح التفاح رأس سيارة و تأتي من ميدلس زيدة بومية الريش أي تمغار 600 كانت تفاح التي تنقلوه حشاكم بالحمر بشي يخرجوه الكاميرون السعب تسمح للمقاطعك فات الأواني الأخيرة والتي تسمع لك المعقولة للناس والخضراء أعود الخضراء لماذا التسير طاح و كما كنا كنا نعرف أن التسير كان غلام الخضراء ما هي الأسباب التي تشعر الأسباب التي تشعر في الرابعة و ربعين هي الزجان بالنسبة البطاطا والماطيشة والفلفل والبوتينجان من تكون جو بارد الخضراء لا تتطعب و تتطعب و تتطعب ما تتطعب هذا هو أسباب هذا هو الأسباب و تتطعب أي شيء في المغرب و تتطعب و تتطعب و تتطعب بخصص السعر في البصلعة ما هي دائرة في الصعيون دائرة خمسة ترهم و تتطعب في المتناول و لكن إلاسكتوا هذي الناس التي كانت في القصار الكبير التي تعلقوها في الفيسبوك يتزيدوا نرى البنس المارشة في بعض القصار و الاخطرة و التفح مياتين وثلاثين فرنك و الأطانجر مياتين وخمسين كبير و هناك الكبير لء خمسة من الأسبوع تتطعب هذه الأسمينة تتطعب و تتطعب لنقاء اسم المغرب الموظفين السعب طيب هل ترى القدرة الشرائية المواطنين قادر على هذه الأتمينة هذا حاليا مناسب ولكن ما الذي يخسر على المواطن من المدينة القصار الكبير وماذا الذي يتحضر فيه سبوك على بره ترى بصيفة عمام على أن القدرة الشرائية المواطن قادر على هذه الأتمينة الموجودة الآن في السعب ترى بصيفة عمامة القصار الكبير 5 درام 4 درام 3 درام 4 درام 5 درام 6 درام الدنجال والفلفلة 5 درام 5 درام الجاعدة 6 درام 7 درام جلبانة 8 درام 9 درام جلبانة 8 درام 9 درام يعني أنها متناولة لأسعار طاحت أسعار طاحت من طبيعة الحال مقارنة من بعد 7 درام ألتها في الأسعار من طبيعة الحال ولكن الحمد لله السعب لك كيف تكون ارتفاع في الأسعار؟ كيف تتواجه هذه الموجة؟ وماذا يكون راقود؟ يعني الخروج لا يكون شيئا الخروج بالنسبة للتفاع لا يكون شيئا وبالنسبة الماندالينا لا يكون شيئا قليلا لأن المدينة القصر الكبيرة بحر تعمر الجاملة عادة تتضار مع الدسير من ناحية الأسعار كيف ترى الآن في المتناولة المواطنة المغربية؟ يعني لا يوجد إشكال في الأسعار؟ هم لك الحمد 0.8 درمان هم من قدر هذه الأسعار على ناحية الأيام؟ لا يستطيع فعل الخير اللي كان كاري مسكين وعنده مسأولي لا يحصي الله لا يستطيع فعل خير بصافي يعني من تحس بالأخر يعني من تسكن في حالة أخرى يعني من تحس بالخرى حتى يعمل المثال ذات لي من تقرير ضاق الخضراء والمعيشة معنا الشكرا على إستطافة اليوم مرحبا متحمل ومتبعات موقع بالبخاس شكرا للمتابعة لم تلك الفيديو والآن من السوق الأسبوعي أصبحت أكبر الأسواق لعدة أسباب الحمول التاريخية التي تتصبرت السوق من العدة أشياء وصلنا الآن لنهاية هذه الحلقة إلى حلقة قادمة من سوق آخر إن شاء الله